اعمل بلان للمشروع بتاعي هي بسيطة جدا لكن محتاجين نعرف الاول يعني ايه بيزنس? البيزنس ان انا النهاردة بحل مشكلة حد يعني ايه برضو الكلام ده? يعني في حد عنده مشكلة انا بحاول اشوف الحل بتاعها ايه وبقدم له الحل ده فبيشتري مني الحل وبيديني اقصاده المقابل. ده ايا كان البيزنس اللي في الدنيا اي بيزنس ايا كان حجم الشركة بتاعتك صغيرة كبيرة ايا كان الشركة انت عايز بتاعها في ايا كان المجال بتاعها. لازم الاول اشوف ايه المشكلة اللي انا هقدر بامكانياتي المتاحة عندي ان انا احلها. يبقى باختصار ابحث عن مشكلة. اشوف الحل بتاعها. امكانياتي انا اقدم الحل ده بكواليتي عالية او بجودة عالية. بعد ما كونت الحل ازاي اقدر اوصل الحل ده لصاحب المشكلة نفسه. صاحب المشكلة نفسه يبدأ ان هو يقتنع بالحل بتاعي فبالتالي يبدأ يشتري مني. طيب انا بدايةا رقم واحد مفروض اعمل ايه? اعمل تحليل السوق محتاج ايه بالزبط? مش كل منتج ومش كل خدمة الاقي ان نجحت مع حد او مع شركة معينة فاجري ان انا اعملها واقلدها. لان كل وقت بيبقى ليه احتياجات وكل وقت بيبقى العمل لنفسهم احتياجاتهم بتتطور وبتتغير. يبقى انا مش بس مجرد ان بوفر الحل. لأ انا محتاج ان انا اوفر حل للمشكلة بجودة عالية جدا عشان خاطر اقدر افرق نفسي عن بقية المنافسين الموجودين في السوق. يبقى بلاقي الحل بتاع المشكلة. بشوف الجودة العالية اللي انا بقدمها. بعد ما بلاقي الجودة العالية ابدأ النهاردة ازاي ان انا اوصل للعميل بتاعك. وحيطة الوصول للعميل هي فكرة ايه? التسيلز والماكتنج اللي انت هتعمله. هتسوى ازاي? هتوصل لازاي العميل بتاعك? هتبيع ازاي الفكرة بتاعتك? دي محتاجة ان انت توقف عندها شوية وتركز فيها شوية. ازاي اوصل للعميل? بقى اقل تكلفة. واوصل للعميل بحيث ان هو عايزك تركز معي في النقطة دي كويس جدا ان هو اللي يبقى عايز يشتري مني مش انا اللي ببقى يعلم. يعني ايه الفرق بان عايز يشتري مني مش انا اللي ببقى يعلم. ان العميل يوصل لمرحلة ان هو شايف ان المنتج بتاعك ده هو المنتج الانسب وان هو الافضل في وسط اللي موجود في السوق. يبقى اذا هو كده خد قرار ان هو يشتري منك. الدراسات بتقول ان 80% من عملية البيه هي عملية لها علاقة بالعملية العواطف. مش عملية نظرية بحتة. هو لو حسن ان المنتج بتاعك مختلف عن المنتجات التانية بايا كان شكل الاختلاف ده عامل ازاي؟ ليه علاقة بالجودة ليه علاقة بالسرعة انك وصلت له المنتج بتاعك ازاي بشكل سريع ليه علاقة ان المنتج بتاعك دوت مختلف الى حد كبير عن اللي موجود في السوق مش شرط تكون اختلاف مية في مية لكن ممكن الاختلاف بتاعه. ممكن الاختلاف زي ما قلنا من شوية في السرعة بتاعت التوصيل الحياة بتاعتك. ايا كان الاقتلافين العميل هو هيكون عايز يشتري المنتج مش بس ان هو اقتنع ان انته بعتله المنتج بتاعك. الحاجة الثالثة والاخيرة فكرة ان انا افضل دايما اكون فى مرحل مراحل الانوبيشن. مراحل مراحل الابداع. يعني ايه مرحلة الابداع? الناس كل ما هتفكر فى مرحلة الابداع هتخيل ان نتكلم عن اه الناس اللي هعلاقة بالانوبيشن. لا احنا مقولش كده. فكرة الابداع ان انا كل يوم اقدم الخدمة بتاعتي, او كل شهر او كل كوارتر حتى او كل سنة بس بشكل فيه اختلاف بشكل مرضي اكتر للعميل يبقى انا دوري النهاردة كصاحب شغل كصاحب شفكرة مشروع ان انا النهاردة بعد ما لقيت الحل ازاي اوصل الحل للشخص اللي هيشتري مني اللي هو عنده المشكلة وفي نفس الوقت يوصل الحل ده بالشكل انه هو يكون عايز ياخد الحل ده هو المقبل لانه يشتري الحل ده واخر حاجة خالص انه دايما في مرحلة تطوير ومرحلة تفكير وصلت لي واني دايما اكون سابق السوق بخطوة عشان خطر اقدر ان انا يكون ليا الماركت شير بتاعي اللي انا عايز اوصله